الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل مع بعض دروس الثقافة الإسلامية مادة الحديث الصفة الثانية الثانية بعد أن انتهينا من العفة اليوم بما شئت الله تعالى أن نأخذ الأخلاق وأهميته نهاية تعريف الأخلاق ما هو الأخلاق؟ طبعا الخلق في اللغة يعني الدين أو الطبعة والسجية يعني الطبع اللي بيكون عليه الإنسان فهي صفات راصخة في النفس زات آثار في السلوك سواء كانت محمودة أو مذموم والله بنقول أن هذا الرجل خلقه حسن لأنه بنشوف عليه سلوك محمود رجل لا بيسيب أحد ولا بيشتم أحد ودائما متعاون ودائما أخلاقه حسنة ودائما بشوش ودائما علاقته طيبة صادق مع الناس فهذا بنطلق عليه سلوك محمود أما غير ذلك فبيسمى سلوك مذموم رجل يعني بيخلف الوعد حاقد حاسد فكلها هذه صفات بتعتبر سيئة إذن هي الصفات الراصخة اللي بتكون في نفس الإنسان سواء كانت محمودة أو مذموم طيب الأهمية هذه الأخلاق الأخلاق هي إحدى الركائز الأساسية في حياة الإنسان لأنها هي التي تضبط الفرد وتوجه سلوك مما يعوده على الخير وتحفزه إلى السعود إلى مراتب الكمال ويفقد طبعا الأخلاق الفاضلة بتكون ضدها بتكون الكذب والخش والخيانة وتضرب أحوال الناس وتقاطع أوساد الألفة والمحبة فإذن أهميتها هي التي بخلاصة الأمر يعني هي التي تضبط حياة الفرد وتوجه سلوك هذا الأخلاق لها منزلة في الإسلام أكيد طبعا أول شيء عندك صاحب الخلق الحسن الخلق الرزين دائما قوي الإيمان فارتباط الخلق بالإيمان قوة وضعف كلما زاد الإيمان كلما زاد خلق كلما ضعف الإيمان كلما ضعفه ضعف الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان فالحياء من الإيمان وكذلك الصدق والصبر والشكر والكرم والتقل كلها هذه أخلاق حميدة كلما زاد الإنسان في إيمانه زادت أخلاق اثنين طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق كما قال إنما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق إذن الأخلاق هي من غايات الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه عليه وسلم وجاءت الرسائل بأوامر ونواه تلاتة تفاضل المؤمنين بحسب التزامهم بالخلق الحسن فالأخلاق من الإيمان فكلما زاد تمسك المرء بالأخلاق الحسن التي أمر الله بها زاد إيمان وعلت منزله والعكس قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد عمرو يقول إن رسول الله لم يكن فاحشا ولا متفاحشا وقال إن من أحب أحبكم إلي أحسنكم أخلاق ومن صفات المنافق طبعا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان أربعة أن الخلق الحسن هو من أهم أسباب دخول الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار ألا وهو الفم والفرج فطبعا هذه الأخلاق دروس الثقافة الإسلامية مرتبطة قبل الدرس هذا كان درس العفة بل لو ربست في العفة هتلاقي أن العفة حفاظ في الحفظ على الفم والحفظ على الفرج وحفاظ على هذه الأشياء وكلها أسباب توب العقوبة في حال عدم الالتزام عدم الالتزام بها وأن الالتزام بها يكون تؤتي الثمارها ألا وهي رضو الله ودخول الجنة خمسة الخلق الحسن من أثقل الأعمال في ميزان العبد ما من شيء يوضع في ميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصومي والصلاة يعني تحط في منزلة اللي بيصلي والمحافظ على الصلاة والمحافظ على الصومي إذن باختصار منزلة الأخلاق في الإسلام مرتبطة بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بقعث لتامن مكارم الأخلاق إذن هي الأخلاق من صميم الرسالة التي بقعث بها الأنبياء إنها بتفاضل الناس حسب التزامهم بالشرع الخلق من أهم أسباب دخول الجنة الخلق بيطق الميزان العبد يوم القيام طيب زي ما قلنا قبل كده مجالات العفة فقلنا بقى عفة اللسان وعفة الفرد تعال نشوف مجالات الأخلاق فعندك مجالات الأخلاق طبعا الأخلاق لما كانت ركيزة للإنسان فمن الفضائل ومن الأخلاق الفضائل الخلقية منها محبة الله تعالى في طاعته وأوامره اللي هي هنا هذه من الفضائل الخلقية محبة الله طاعته في أوامره ونوهي وتصدقه فيما أخبر به وفي صلته بنفسه مأمر بالصبر على مشاق الحياة طيب إذن من مجالات الحياة مجالات الأخلاق عندنا ثلاث أشياء ألا وهي واحد صلة الإنسان بنفسه مأمر بالصبر على مشاق الحياة والإتقام في العمل والقناع والرضى بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى هذه مع نفسك أخلاقك مع نفسك اثنين أخلاقك مع ناس صلة تقيمة عن ناس ومن حولك ومن تتعامل معهم ومن جيرانك وأصدقائك أنك تكون صادق أمين عادل بار محسن تبذل لهم المعروف ثلاثة أخلاق مع الحيوان إذا كان عندك حيوان أو عندك شيء أو صاحب المزارع أو شيء الرحمة الرفق بهم الإحسان إليه مضار بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل في الكلب هذا بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش إيه اللي حصل فنزل بقره فشرب منه كان عطشان شاف بقر نزل شرب منه ثم خرج هو خارج من البقر وجهة كلب يلهثه الثرى من العطش قاعد كده اللي هو الندى أو الشيء اللي هو اللي بيكون زي الصباح كده اللي بتشوفوه هذا زي الندى المبلل الرقيق ده اللي بيكون على بتشوفه على التراب أو على السيارات أو شيء فإذا هو يلهث قاعد يلهث كده من العطش فقال الرجل إليه قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به يعني عطشان زي ما لما شعرت بالعطش فنزل البقر ملأ خفه وأمسكه بفمه شن يسعد ثم رقي فسق الكلب فشكر الله فغفر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم أجر قال في كل كبد رطبة أجر مدام هي حي وبيبتناثس فهي في هذه الحالة إنك لك فيها أجر طيب آثر الأخلاق على الفرد إذن لما هي لا أثار على الفرد إذن لها أثار على المجتمع نعم لها أثار على المجتمع فهي على الفرد بتعمل はい الرضا تعالى نشوف هنا بمختصرة آه أثارها الأخلاق على الفرد الرضا اقنانينة تصلح نفسك تخليك شجاع وقوي تبعده عن مظاهر النقص ومسالك الرضي هذا على الفرد طب على المجتمع اللي بتحافظ على المجتمع كلما زذات الأخلاق فالمجتمع الزاد تمسكه تورث المجتمع السعادة تقوّل أمة يتطهر المجتمع من الرذيلة وأسباب وأسباب العدو إذن الأخلاق والناس صفات راسخة أهميتها تضبط فرض الإنسان وتضبط الفرض وتقوم وتوجه سلوقه منزلتها بالإسلام كلما ازداد الإيمان ازداد الخلق من صميم رسالة الأنبياء الناس مختلفة بحسب تفاوتهم في الأخلاق الخلق من أهم أسباب دخول الجنة الخلق من الأشياء التي تثق الميزان العب منزلتها أنها مرتبطة بالجمع نقولنا مرتبطة بالدين وغير ذلك مجالات الأخلاق أنك مع النفس الصبر والرضى بالقضاء الله وغيره مع الناس الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك مع الحيوان الرحمة والرفق به تعالوا نشوف في النشاط صفحة 158 هنا في النشاط الثاني يقول تعاون مع زملك بتسجيل أكبر قادر ممخن من الأخلاق الحسنة وما يقابلها من أخلاق السهية فعندك كتب لك الخلق والحسن وكتب لك الصدق إيه تحت منه تاني ممكن ممكن نكتبه الشجاعة والكرم والقناعة والمحبة وقوة الشخصية والرحمة والكرم والجود والشكر وغير ذلك من هذه الأشياء طيب خلق سيء كتب لك الكذب هتكتب الجبن والبخل والطمع والكره وضعف الشخصية والخيانة وغير ذي الغصب والقسوة وغير ذلك من هذه الأمان طيب ما يقابله بها الخلق السيء الخلق الحسن عندك كتب لك تاني برضو وما حوالي 14 واحدة هتكتب مثلا العدل وحسن الخلق والصبر والشكر والعفو نصيحة القناعة التواضع المعروف الرفق الإحسان الخلق برضو السيء الظلم وسوء الخلق والجزع والذم والوقاحة السرقة والغيبة والقتل والبغض والحسد كل هذه الأمور ممكن أن تكتبه طيب نشاط الثاني بيقول بعض الناس يظن بعض الناس أن الأخلاق جبيلة ولا يمكن اكتسبها يعني أدرش أن اكتسبها مما يدل أن الإنسان أثرا في إصلاح نفسه وتزكيتها ويفسودا من خلال قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا بيّن وسائل تربية النفس على الأخلاق الحسن الوسائل التي تربى النفس على الخلق الحسن طبعا القرآن والسنة وأكثر ذلك نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأسيرة النبوية السيرة النبوية والصحبة الصالحة هذه أهم شيء السحبة الصالحة والبعد عن أصدقاء أصدقاء أسو طيب النشاط أو الواجب تقوم في صفحة 158 ما المراد بالأخلاق ومنزلتها أنها أنها صفات راسخة في النفس منزلتها أنها مرتبطة بالإيمان كلما ازداد الإيمان ازداد الخلق رسالة الأنبياء الناس مختلفة بحسب تفاوتهم في الأخلاق سبب لدخول الجنة تسخر ميزان ألعب ما صرت الأخلاق بالإيمان قلناها هنا كلما ازداد الإيمان الإنسان قوة بالإيمان أو بالدين ازداد الخلق طيب الأخلاق مجالات عدة كيف يمكن الخلق مع الله مع الله طبعا محباته وطاعته مع النفس الصبر والرضى بقضاء الله مع الحيوانات الرأفة والرفق والرحمة والإحسان إليه ما أثر هذه الأخلاق على المجتمع منها طبعا تحفظ المجتمع تماسكه السعادة تقوي الأمة يظهر المجتمع يتطاهر المجتمع من الرذيلة وتبعد العداوة والأخضاء بين أفراد المجتمع وإذا لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر